ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مصادر ماروك أخبار يومية فإن المصالح الأمنية التي اقتحمت شقة الزوجين عترت على جتتيهما مدرجتين في دمائهما مبرزة أنه يظهر على الزوج تعرضها لعدة طعانات قاتلة في مختلف أنحاء جسمها فيما يبدو أن الزوج لقي حتفه بسبب تعرضه للدبح ووفق المصادر ذاتها التي كشفت أن الزوجين خلف ثلاثة أبنائنات أكبرهن سنا تبلغ من العمر 17 سنة ومن جهة أخرى فإن الزوج الذي ينحذر من منطقة تافروت هو من مواليد سنة 1974 ويشتغل موظفا بقسم الصحة بمقاطعة أقدال بالعاصمة العلمية فيما زوجته التي هي من مواليد 1974 ربة بيت ووقع هذا الحادث توضح مصادر ماروك أخبار يومية حين كانت بنات الزوجين الهالكين يتابعنا دراستهن بمؤسساتهن التعليمية مريدة أنهن طرقنا حين عودتهن من المدرسة باب شقة أسرتهن لكن دون مجيب قبل أن يتم إخبار العناصر الأمنية التي دهمت رفقة عناصر من الشرطة العلمية المنزلة المذكور لتعتر على والديهن جتتين هامدتين وفتحت مصالح الضابط القضائي لأمن فاس تحقيقا حول ملابسة وقوع هذا الحادث فيما نقلت جتة الزوجين الهالكين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغسان بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية